تفضل أبو كرار والسلام عليكم وعليك السلام ما هو الموضوع اليوم؟ الآن هناك آية في قرآن الكريم في سورة التوبة الآيامية تقول والسابقون الأولون من المهاجرين وأنصروا الذين اتبعوهم بإحسان فالاتباع هو المحبة وأخذ الدين فكيف نأخذ الدين من غير المعصوم؟ أنا ما سألتك هل الله عز وجل رضي عن كل أم لا الآن هو الله عز وجل هو من يزكى الذين يأخذون من المهاجرين وأنصر لو قلنا بعضهم فكيف نأخذ من بعضهم والبعض منهم ليس بمعصوم نأخذ من الدين من غير المعصوم هناك أصحاب أصحاب ثبتوا على إيمانهم هناك أصحاب فرتدوا بعد إيمانهم يا باش أنا ما كلمتك عن الردة للوقت والثبات أنا بسألك كيف نأخذ ديننا من غير المعصوم؟ الله يأمرنا أن نأخذ ديننا من غير المعصوم بل ويزكينا كمان يعني إذا أخذنا ديننا من غير المعصوم وأحببنا غير المعصوم زكان الله عز وجل هل هذه الآية وما مضمونها في المهاجرين والأنصار لكي نأخذ ديننا أم ناس زكاهم الله الله عز وجل يقول والذين اتبعوهم ما معنى اتبعوهم؟ نتبعهم في ماذا؟ نعم نعم اتبعوا في فترة ما وليس بأخذ الأحكام من هؤلاء يعني الآية يا أستاذ الآية تقرأ إلى يوم القيامة يا أستاذ يا أستاذ الآية تقرأ إلى يوم القيامة الآية ما فيهاش إلى يوم ما الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أي أيضا جاز لنا أن نأخذ من المهاجرين والأنصار في وجود النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فكيف الله عز وجل يزكي من يأخذ من غير المعصوم أستاذ وليد اسمحي اسمح لي لكي نناقش بعقب أستاذ تفضل سيادة المعامل نناقش تفضل لا ليس معامل ماشي تفضل سيادة العامل ونالك إثبات مراني الآية بأن نأخذ الأحكام يا أستاذ الآن الآية تتكلم عن المحبة والاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي خذوا مني أي أحبوني فالآن الله عز وجل زكى من يأخذ من المهاجرين والأنصار يبقى الله عز وجل يزكي من يأخذ الدين من غير المعصوم بل والله عز وجل أعدى لهم الجنات بل وراضية عنهم كمان فكيف الله عز وجل يرضى عن الرجل يأخذ من غير المعصوم نعم أنا معك ولكن هم هؤلاء نفسهم ذمهم الله في غير آية يا أستاذ الله يبارك في عمرك الأول جاوب على التزكية الآن جاوب على التزكية وبعدين جاوب على الزم من تدراتي اسمعني بس يا عم اسمعني يا عم اسمعني يعني الله عز وجل الآن يأمرنا أن نأخذ ديننا من ناس مزمومة اسمع هذه الآية الله طلب فيها من الذين يثبتون على الإيمان خلاص جدا طب يبقى الآن الذين ثبتوا على الإيمان اسمعني بس يا عم اسمع بس يا عم اسمع يا عم بلاش هضايص يا عم بلاش أكل فشار يا عم يا عم اسمع 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 و الله ما تجعلنا أستمع يا عم اسمع بس أنت تتكلم و الله العظيم أنت ما تتكلم أنت بتضل الناس الآن لو قلنا اسمعني بس الآن لو قلنا أن الله عز وجل أمرنا أن نأخذ من الأنصار الذين ثبتوا على الإيمان مش ده كلامك أن نأخذ من الأنصار الذين ثبتوا على الإيمان طيب الأنصار الذين ثبتوا على الإيمان هل هم معصومون لا ليس معصومين حلو يبقى في النهاية يا أستاذ بس يبقى في النهاية لا حول ولا قوة إلا بالله يبقى الآن في النهاية يا عم اسمع يا عم يا عم اسمع اسمع العلم اتعلم الآن أنا تمشيت معك وقلت لك هذه الآية تتكلم عن الذين ثبتوا على الإيمان وسألتك سؤالا واحدا وقلت لك الذين ثبتوا على الإيمان من الأنصار هل هم معصومين قلت لي ليس بمعصومين إذن رجعنا إلى الدائرة الأولى أن الله عز وجل أمرنا وزكانا أننا أخذنا الدين من غير المعصوم فضل جاوب بقى تسمح لي أتكلم فضل تسمح لي الله أمرنا أن نأخذ ديننا من الإنسان الذي ثبت على إيمانه والدليل امشي على غبي هل امشي على غبي امشي على غبي امشي على غبي يا رجل دانا بقول لك خلاص أنا تمشيت معاك وأن هذه الآية تتكلم على الذين ثبتوا على الإيمان ولكن ما زالهم من الأنصار وثبتوا على الإيمان ومع ذلك ثبتوا على الإيمان وليسوا بمعصومين إذن أيضا جاز لنا أن نأخذ ممن ثبتوا على الإيمان وليسوا بمعصومين يا رجل لا والله العظيم الإشكالية أنهم بيضلوا شباب الشيعة يعني أنا تمشيت معاك وأننا لا نأخذ ديننا إلا من ثبت على الإيمان إذن هناك مجموعة من الأنصار ثابتين على الإيمان وتثبتهم على الإيمان أو ثبتهم على الإيمان لا ينفي أنهم ليسوا بمعصومين يعني برضو في النهاية الله زكى من يأخذ دينه من غير المعصوم اشتركوا في القناة